بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا شابتر 10 Power Screws حسبنا قبل كده قيمة T1 أو التورك اللازم نرفع الحمل بعد كده هنحسب مقدار T2 تورك 2 The torque واللي هو بيعرف على انه The torque required to overcome the friction at the color طيب عشان نعرف T2 ده جاي منين هنقول مثلا عندنا الحمل بيركب هنا على color وقيمته بتساوي W الحمل هنا ثابت مع color مفيش حركة نسبية ما بين الاثنين لكن الجزء اللي هنا ده راكب فيه الزراع وبأثر عليها بقوة force اللي هي P وبالتالي بيدور أثناء دورانه الجزء ده بيتحرك والجزء ده ثابت فبينتج ما بينهم أو بينشق ما بينهم friction أو احتكاك قيمة هذا الاحتكاك أو بنربز لي بالرمز ميو 1 اللي هو coefficient of friction for the color والتورك 2 بقى اللي هو اللازم للتغلب على قيمة هذا الاحتكاك يساوي ميو 1 في W اللي هو الحمل عندي اللي أنا برفعه ضرب R حيث R اللي هو بيمثل المين diameter أو radius of color اللي هو المتوسط بتاع R1 و R2 R1 اللي هي دي و R2 اللي هي دي والمين diameter اللي هو R بعد كده يبقى اجمالي التورك عندي total تورك required to overcome the friction that is to rotate the scroll T اللي هو التورك الاجمالي يساوي المجموعة بتاع T1 plus T2 اللي هو في النهاية بيساوي P1 حيث P1 اللي هي الأفورت applied at the end of the liver قيمة الأفورت اللي أنا بأثر بيه على الليفر هنا ضرب طول الليفر أو طول الزراع اللي هو L وبنكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله